75 عاما مرت على نكبة الشعب الفلسطيني ولا زالت معاناة اللاجئين مستمرة في مخيمات اللجوء فرغم تشردهم ولجوئهم ومحاولات شط بحق عودتهم وتصفية قضيتهم إلا أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارا على تمسكهم بأرضهم ووطنهم فاليوم يحيي الفلسطينيون هذه الذكرى الأليمة على قلوبهم في كافة أماكن تواجدهم تأكيدا على حقهم بالعودة إلى أراضيهم 75 عام من الشتات 75 عام من المعاناة هذا العالم الذي يكله بميكلين أما أنا له أن ينصف الشعب الفلسطيني نحن رسالتنا أننا صابر ومصامدون حتى العودة وإحياء لهذه الذكرى توافد المئات من الفلسطينيين إلى مبنى الأمم المتحدة وسط مدينة غزة لتذكير العالم بمعاناتهم وللمطالبة بحقوقهم المشروعة فاللاجئون صغارهم قبل كبارهم ماضون على عهدهم مع الأرض ولن ينسوا أرض الآباء والأجداد مهما ضارت السنين كما يقولون الشعب الفلسطيني ما زال يحيى هذه القضية وما زال القرار الأممي رقم 194 حتى هذه اللحظة الذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم ما زال هذا القرار داخل أدراج وأورقة الأمم المتحدة لذلك على المجتمع الدولي وعلى العالم أن يقف بجانب الحق الفلسطيني ولأول مرة منذ نكبة الشعب الفلسطيني تحيي الأمم المتحدة هذه المناسبة في مقرها بنيويورك الأمر الذي دفع الفلسطينيين لمطالبتها بضرورة ترجمة أقوالها وأفعالها وتطبيق كافة القرارات المتعلقة بحقوقهم وليست تكون مجرد احتفال حسب ما قالوا ثلاثنا هي المجتمع الدولي الذي أخذ هذا القرار وهو الذي بمجابه أنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي هو قرار 181 وأيضا القرار 149 والذي أكد بنيويورك في ذلك الوقت أننا نعلن قيام دولة إسرائيل بفعل القانون الدولي وقرار شرعية دولية إذن لماذا اليوم العالم يتناسى ويتجاهل آلام والمعاناة عشرة والفلسطيني ولم يتمكن من تطبيق قرار شرعية دولية لقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة الاحتلال وتطبيق قرار 24 يضمن عودة فلسطين إلى ديارهم وتزامنت ذكرى النكبة هذا العام بتصعيد إسرائيلي غير مسبوق مرورا بقطاع غزة وصولا للقدس والضفة الغربية التي تسعى إسرائيل إلى تقسيمها وتشريد أهلها وتبقى النكبة في ذكرها الخامسة والسبعون حكاية ألم لا يزول وجرح لا يندمل بالنسبة للفلسطينيين الذين يصرون على إحيائها في كل عام للتأكيد على حقهم بالعودة إلى أراضيهم التي هجر منها عام 48 عامر فرى اليوم بطاع غزة ترجمة نانسي قنقر